جيمز ديزاينر بسم الله الرحمن الرحيم كيف حالكم شباب معكم جيمز ديزاينر في هذا الدرس برضو راح نطور عملية الاحساس عند اللاعب الجندي بشكل ادق واقوى خصوصا وانو راح نلعب احنا في عالم مفتوح في حالة انك وصلت الى المرحلة اللي انتحتاجها في الدروس الماضية فهذا الدرس راح يكون مجرد زيارة عدد في حالة انك حبيت تطور اكثر تستمر معانا في الدروس القادمة ومع هذا الدرس اللي هيكون في تطوير اشد اكثر فنبدأ معاكم نروح الى اللاعب الـ AI نروح الى الـ سولجر بلوبرينت هنا في ا 있다 طبعا مثل ما تلاحظون طبعا هذا بلى ترتيب شوية راح نرت بو حاليا خذنا نشوف اوكي طبعا هنا راح اوسع شوية وسعت كثير راح نضيف هنا do once اوكي ومن do once هنا راح نوصل بهذا معذرة راح نوصل بهذا هنا وهذا راح نقربه بس لانه بعيد مرة يعني اشوف انه كده مناسب do once فقط في حالة انه عمل ضرر لللاعب نفسه اوكي طبعا راح اروح الى اللاعب نفسه برضو وراح اضيف له سفير اخر سفير 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 وراح اسمي السفير هذا alert انذار مثلا اوكي وراح اخلي حجمه هنا كبير يعني 650 مثلا اوكي لاحظوا حجمه كبير حيث انه يعطيت انذار في حالة دخول اي شخص سواء كنت انا او اي احد اخر الى هذه الدائرة اوكي طيب ونروح الى الالرت هنا واسفل ونستخدم الوبرلاب الوبرلاب فنستخدم اولا بيجين ثم نرجع الى الالرت ونستخدم اند اوكي راح نبدأ معكم هنا في بيجين اوبرلاب هنا راح نستخدم هنا برانش لانه راح نضيف شرط نقول له برانش اوكي والشرط راح يكون انيمي فاوند اوكي هذا هو الشرط طبعا ما راح استخدم الترور راح استخدم الفولس في حالة انه اوه ما كان موجود من ضمن يعني الدائرة فاة من هنا ادر اكتر راح اقول له كاست لعب حقنا طبعا وعند ونقول له فولس اوكي ومن كراكتر برانش جديد وراح اخلي الشرط هنا is dead is dead اوكي طيب is dead برضو راح اطلع الشرط جديد او لا خلونا نكمل هذه بداية طيب من هنا برانش راح استخدم الكاركتر موفمينت هنا اوكي اللاعب راح اقول له max walk speed max walk speed طيب طبعا سرعة اللاعب هنا انا خليتها كم 200 راح ارجعها 300 وبرضو اخلي اللاعب الخاص فينا 300 راح اقول له هنا اوكي طبعا ما راح احرك شيء هنا راح اخليها كما هي وهنا راح اعطي delay اوكي راح اقول له delay راح اخلي فترة التأخير مثلا ثلاث ثواني مناسبة طيب من delay او من هنا برضو راح نطلع max walk speed بنفس الطريقة max walk walk speed set وراح اضيف اه سرعة اللاعب اوكي سرعة اللاعب راح تكون 300 جميل وراح اوصلها بال completed جميل وهنا راح استخدم enemy found اوكي بحث انه يتابع البحر بقول له صح طيب ومن enemy found هنا راح اطلع print string حتى الاحظ لو في مشكلة وراح اخلي هنا الطباعة اه اللي نقول friend dead اوكي طيب اهين الفولس اوكي من الفولس هنا اوكي الفولس في حالة انه فشل راح اقول branch جديد اوكي وراح استخرج من هنا او معذرة معذرة يا شباب في خلل هنا انا سويته من دون قصد الا وهو اني استحضرت اللاعب الحقنا المفروض نستحضر من أخر اكترا نستحضر ال واكي اوكي فنقول له cast to soldier blueprint معذرة معذرة لهذا الخلل عشان كذا ما ظهر معاي enemy found اوكي نوصل هذا هنا بشكل سريع وهذا هنا اوكي لانه ما راح يظهر فنحذف هذا ونطلع is soldier اوكي نوصله هنا الان نقول له enemy found get enemy found معذرة لهذا الخلل هنا مثل ما قلت لكم نستحضر اللاعب لانه احنا هنا نبغى يشعر بوجود صديق له هل هو ميت او حي وليس نحن معذرة معذرة يا شباب ارجو التعديل اوكي اوكي طبعا هذه في حالة انه نجح وهذه في حالة انه ما نجح وراح يستمر بالهانت سواء كان هو او صاحبه عشان كذا ناخذ هذه الاخيرة نقول له كنترول سي كنترول في كعين ترو كي هين نقول له ان انانت انانت ان انانت 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 اوكي بإمكاني الآن نستخدم نفس الكود هذا مع الـEnd ولكن حتى نقلص المساحة نحدد هذا الكود ونقل له collapse to micro ونسمي هذا الميكرو مثلا اكتف اكتف سنس اكتف سنس جميل الآن بإمكاننا نستخدم نفس الخيارات اللي هنا كلها كله ctrl c ctrl v مع الثاني هذا الـEnd تمام بدل ما نستخدمه بدل ما نعمل نفس البرمجة هو نفسها بالضبط نوصل هذا بالـ branch وهذا بالـ other actor طيب وفي النهاية نروح الى موت اللاعب هنا اهه هنا damage ونضيف خيارات اختفاء اللاعب بعد الموت اوكي ناخذ بداية الالرت هذا نضيفه هنا اوكي من الالرت هنا نقوله ديسترويد كومبوننت اوكي ومن ديسترويد كومبوننت هنا برضو نعمل ديسترويد للوابن هنا لاحظ نعمله برضو ديسترويد ديسترويد اكتر لانه اذا ما عملنا له ديسترويد حيكون موجود على الارض اوكي وبعد ديسترويد اكتر نعطيه فترة تقريبا يعني خلينا نقول ديليه نعطي مثلا بامكانك مثل ما تكلمنا مع الزوم بتخلي فترة اطول او اقل بناء على نظرتك لللعبة انا راح اخلي ثمان ثواني وبعد ديسترويد ديليه هنا راح نقول له ديسترويد جميع البيانات الخاصة باللاعب نهائيا نقل له ديسترويد ديسترويد اكتر نهائيا اوكي طيب الان البرمجة اللي قمنا فيها حاليا هي مع ذراع خلينا نعدل على بعض الامور البرمجة اللي قمت فيها هي للفرند الخاص للعدو نفسه الاي اي اي وليس لي اه فهذه اللي قمنا فيها هي للعدو الفرند صولجر بلوبرند فعلشان نطبق الشرح كما هو صح يعني خلونا بس نعمل مهم جدا راح اعمل بعض الامور التعديلية راح اخذ هذا وخلوها من فوق احسن واغير موقعه هنا اخلي مثلا اوكي طبعا هذه التعديلات مهمة جدا علشان فقط نتأكد من سير الامور اوكي وانزل تحت راح اخذ اللاعب حقي هنا احطه خلف الجدار علشان ما يلاحظوني بسرعة راح اخذ السلاح اوكي هنا الاسلحة كلها راح اخليها عندي طيب اه هنا راح اخلي الدوائر هذه الخاصة بحركة اللاعب قريبة مرة لاني ما ابغى اللاعب يجيني هنا اوكي قريبة مرة وراح مثل ما اضطت جندي هنا راح اضيف جندي اخر راح اخليه هنا مثلا اوكي فيكون عندي جنديين اصدقاء تمام وراح احط للجند الاخر راح اضيف النقطة الاولى هنا اوكي اوكي وراح اضيف النقطة الثانية هنا بامكانك طبعا استخدام نفس النقاط اللي انت موجودة عندك ما عندك مشكلة ومن الجند الاخر هذا راح انزل اسفل هنا واضيف نقطتين يتحرك فيهم النقطة الاولى نقطة الاولى هذه راح احدد الماصة هنا نقطة الاولى والنقطة الثانية هادي هادي النقطة الثانية هاحدد الماصة هادي وقل له كده فخمسة لا اتوقع هنا النقطة الثانية صح ما في مشكلة طيب الان لما نجرب اللاعبين اثنين هم ما راح يحسون فيني لاني خلف جدار لما اطلق على واحد ويموت الثاني راح يستشعر بوجود خطر لان صاحبه مات خلونا نجرب معاكم الطريقة كده طبعا لحد الان ما استشعروا بوجودي لاحظ يتحركون بكل سلاسة لما يموت هذا الثاني راح يستشعر انه في خطر وينطلق على اثر هذا الخطر وللاسف مات قبل ما يوصل صاحبه فنخليهم اقرب من كده طيب انا راح اقرب هذه بس معذرة راح اقرب هذه اكثر كده المسافة شوية بعيدة هذه راح اخليها قريبة هذه راح اخليها قريبة راح اخليها قريبة مرة جميل فقط للتذكار راح اروح الى اللاعب نفسه واخلي جسمه على الارض ادخل على السمس هنا واخلي جسمه على الارض مثلا فترة زمنية اطول اه لا مهنة معذرة نروح الى الـ الى الـ اكي راح اخلي جسمه على الارض خلينا نقول خمسة عشر اوكي راح نحفظ الان راح نتأكد اوه حس فيني هذا لا 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 انا ما بغى يشعر فيني فنقربها هنا ونقربها هنا طبعا الان لاحظ ان الـ اي اي صار اكثر ذكاء فخلك حذر اوكي راح اخذ سلاحي لاحظا لما يموت لاحظوا على طول يستشعر بوجود خطر فيتابعني اوكي طبعا لسه انا موجود قريب فشفتوا كيف طبعا تابعني بدقة لانه شاهد انه صاحبه ميت فهذا هو الطريقة انه تعمل اكثر من سولجر كل واحد كل واحد فيهم يتأثر بالاخر بناء على وجوده وعدم وجوده او بناء على وجود الخطر بشكل عام اوكي فبامكانك تزيد هنا تخليها 15 و 20 عادي ما عندك مشكلة لان العادو كل ما شاف جثة صديقة موجودة حيلاحظ الخطر بشكل اسرع ولاحظوا هنا حيطلع لك بياناته بيانات الخطر بيانات الخطر حيستشعر مباشرة مكتوب فوق فرين ديد فلما ابتعد حلطوا اوكي اوكي فممتاز جدا جدا ممتاز ولاحظ انه بامكان كلا الجنديين ملاحقتك لانهما الان صاروا متحدين بنفس الخاصية بنفس بنفس اقصد المزايا عرفت كيف فلما كذا اقول له لاحظوا خلونا من هنا لاحظوا اوه قتلني قابل طيب فلاحظوا لما مثلا مثلا احرب من عندهم كذا مباشرة حيلاحظون اثنينهم مباشرة فهذه كويسة انهم ما زالوا في احساسهم انه في خطر واذا مات واحد فيهم ايضا حيستشعر الاخر انه في خطر طبعا هذا يلاحظ لما تكون عندك مثلا نفس الخريطة اللي احنا عملناها جزيرة تحط مثلا خمسين كذا جندي خلاص من تقتل واحد والجند الاخر يشوف جثة صاحبي يستشعر بالخطر فيستعد اوكي طبعا هذا الدرس اتوقع انه الاخير بالنسبة لل اي اي الجندي ما ادري اذا فيش جديد ان شاء الله هنحاول انطوره في دروس منفصلة او في دروس مجتمعة مع دروس اخرى طبعا هذا الست الاجزاء او الست دروس اللي عملناها للجندي هي تفصيليا ما تحتاج اليه لعمل لعبة كاملة بالجندي في امور مثل الانيميشن في امور ثانية اكثر تعقيد ما راح نطرق لها راح نخليها طبعا للمستقبل ولعملية تطوير اللعبة الدروس القادمة راح تكون برضو عن الاي اي ولكن عن اي اي مختلف بشر عاديين او حيوانات ما راح يكون لنا تأثير عليهم بالقدر الكبير لانه ما راح نعمق عملية التأثيرات يعني راح نخليهم بشرة عاديين يتحركون مثل الحيوانات او مثلا ممكن نعمل اي اي طيور تطير يعني خلصنا جهد كبير اولا الزومبي وبعدين الاي اي او على فكرة بامكانك يطور الاي اي الجندي بحيث انه يقتل الزومبي مثل ما أنت تقتل الزومبي البرمجة هي نفسها بإمكانك نسخ ولصق تمام ولكن احنا ما ودنا هذا الشيء راح يكون فقط احنا اللي نتأثر ونتأثر طبعا قبل ما أنهي هذا الشرح راح أعمل مشهد بسيط بحيث أني أكبر فيه المساحة هذه وأضيف مثلا يعني بوكسات شبيهة بالكذا المنازل وأضيف مثلا حوالي عشر جنود حتى أوريكم فقط كيف بيكون الواضع لما يكون عدد الجنود أكثر من شخص واحد أو شخصين طيب الآن خلصتنا المشهد تقريبا هو مشهد بسيط بس بسي بيبرهن لكم أنه مثلا في حالة أني طبقت الشرح هذا وضعت الجندي الأنيمي في العالم المفتوح اللي قمنا ببناءه سابقا وهذه الصناديق عبارة عن منازل أو جدران أوكي واللاعب حقي هنا خليته خلف الجدار هذا بس قبل ما أطبق طبعا وأشوف اللعب عندي شغلتين لا بدنا نسويهم الشغلة الأولى نروح إلى سولجر بلوبرينت هنا طبعا هم مفتوح عندي فوق أوكي وأروح إلى فيوبورت وإلى الألرت أوكي لاحظ الألرت هنا أنا خليته 650 طبعا حجم الألرت هنا صغير جدا بحيث أنه ما يلاحظ وجود صاحبه أنه مصاب أو يلاحظ وجودي على بعد قريب منه هنا فبإمكانك مثلا تكبر الألرت هذا تخلي مثلا 3000 أوكي خلينا نشوف نتيجة كم حجمه ظهر لاحظ هنا حجمه كبير مرة صح طبعا لاحظ لما يصاب واحد الجندي هنا الثاني حينتبه له لأنه الألرت تقريب يمو بس 3000 حلو خلو 3000 يلا هذا الشغلة الأولى الشغلة الثانية أروح إلى سولجر وأضغط عليه ومن هنا عند سولجر فايرينج أروح إلى و أشيل ما أحتاجه أوكي أقول له و سيف الآن راح نشوف الشرح و نطبقه على أرض الواقع أوكي راح أخذ كل السلاحين احتياطا أوكي 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 تخلط لاحظت اني الآن أف لطيف شاهدت كيف استشعروا بوجودي من مسافة بعيدة جدا ننطلق دعنا نرى الجند الذي هنا نتوقع فيه جندي هنا بقي واحد اتوقع ايه الواحد هناك وينه طبعا لاحظ المساحة الكبيرة هذه بيمكنك تتحكم فيها طبعا في العالم المفتوح بحيث انه لما يكون عندك مدينة ضخمة اوكي طبعا لاحظ اني الحين بعيد عني ولكن 3000 اللي حطيته للألرت حيث استشعر بوجودي لاحظوا هنا من دون ما اعمل شيء لاحظوا كده استشعر بوجودي مع السلامة طبعا هذا كل شيء لهذا اليوم اتمنى يكون الدرس افادكم كثير وان شاء الله راح نطبق هذا الدرس في لعبات العالم المفتوح او في خريطة العالم المفتوح خصوصا لما نقوم ببناء مدينة ضخمة وان شاء الله راح تشوفونا على ارض الواقع اشوفكم على خير ان شاء الله في درس قادمة معكم جيمز ديزاينر مع السلامة اشتركوا في القناة